اهلا بكم الى الظاهرة من الميادين ونبدأها بالعنوين الامن الايراني يعتقل شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموساد وتعد لأعمال تخريبية مسلحة داخل البلاد مؤهل ويلعب هذا الدور في منع انجرار البلد إلى حرب أهلية أو أي تهجيد للسلم الأهلي الفياد يؤكد للميادين أن الحشدة الشعبية هو الضامن لمنع انجرار العراق إلى حرب أهلية محكبة روسية تبدأ ومناقشة طلب وزارة العدل حل الوكالة اليهودية في موسكو وسط أزمة غذاء تهدد العالم وزراء زراعة في لبنان والأردن والعراق وسوريا يبحثون في بيروت الأمن الغذائي والتعاون المشترك وفي ظاهرة أيضا موجز اقتصادي معك أليسار كرام مرحبا بك أليسار مرحبا مروان في اقتصاد الظاهرة لهذا اليوم بعد نزاع مع طهران ناقلة إيرانية تستعيد جزءا من شحنة نفط صادرتها واشنطن في اليونان موجز اخبار رياض عفوا معك مايك شالهوب مرحبا مرحبا مايا سنتابع في موجز الرياضة رونالدو متمسك بالرحيل عن مانشستر يونيتد ونيمار متمسك ببراءته أمام القضاء هذه العنوين السياسية والتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة ولكن نبدأ أولا بالملفات السياسية معك مروان نعم مايا إذن نستهل الظاهرة من إيران إذ بعد أيام على إعلان اعتقال الأمن الإيراني شبكة تجسس تعمل لصالح تل أبيب أعلنت استخبارات الشرطة الإيرانية اليوم اعتقال أعضاء شبكة تجسس أخرى قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات ووفق الشرطة فإن أعضاء الشبكة كانوا على صلة بالموساد الإسرائيلي وهم عملوا على تجميع المعلومات وإشعال الحرائق ونشر الدعايات ضد النظام الإيراني وتدربوا على تنفيذ عمليات تخربية ومسلحة معنا من طهران مدير مكتب الميادين ملحم ريا ملحم مرحبا بك إذن هي الشبكة الثانية في غضون أيام تعلن أجهزة الأمن الإيرانية عن إلقاء القبض عليها ماذا في التفاصيل ملحم وما الذي أحبطته أجهزة الأمن الإيرانية في الكشف أو في اعتقال هذه الخلايا التجسسية مروان بداية هذه الخلية تم الكشف عنها من قبل مخابرات الشرطة الإيرانية في الحقيقة المرة الأولى التي يتم الكشف عنها عادة ما يتم الكشف عن اعتقال خلايا أمنية من قبل وزارة الأمن وأيضا الاستخبارات التابعة لحرس الثورة الإسلامية هنا في إيران ولكن المرة الأولى التي نسمع فيها بأن استخبارات التابعة لها الشرطة الإيرانية أعلنت بشكل واضح وشفاف اعتقالها لمجموعة مرتبطة بالمساد الإسرائيلي ماذا في التفاصيل في التفاصيل بحسب البيان الصادر من قبل الشرطة الإيرانية بأن هذه المجموعة مؤلفة من خمسة عناصر وأشخاص وكانت في الحقيقة تريد افتعال حرائق وأيضا تحرد على دعاية مغرضة ضد إيران وكذلك الأمر كانت تحاول إثارة الفتنة في الداخل الإيراني وتم اعتقال هذه الشبكة المؤلفة من خمسة أشخاص قبل قيامها بهذه الأعمال وهذا يضاف فيها الحقيقة إلى ما تم الإعلان عنه قبل يومين من قبل وزارة الأمن الإيرانية التي أوضحت بأنها اعتقلت شبكة وهذه الشبكة كانت أيضا تريد القيام بأعمال تخربية هنا في داخل إيران حيث كانت تريد استهداف أحد المنشآت الحيوية والمهمة في أصفهان وتم اعتقالها وبحوزتها العديد من المتفجرات شديدة الانفجار بالإضافة إلى أجهزة اتصال متطورة وكذلك أسلحة فردية وهذه الخلية التي تم الكشف عنها واعتقالها من قبل وزارة الأمن دخلت إلى الأراضي الإيرانية من إقليم كردستان العراق لكن ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن اعتقال خلايا ترتبط بالمساد الإسرائيلي عادة ما يتم الإعلان عن هكذا اعتقالات ولكن المهم هنا ما هي الرسائل في هذا التوقيت بالتحديد أعتقد بأن هناك عدة رسائل في الحقيقة تريد الشرطة الإيرانية وأيضا وزارة الأمن الإيرانية إنصالها من هذه الاعتقالات ومن هذا الإعلان الرسالة الأولى هي موجهة للداخل الإيراني وبالطبع هي رسالة طمأنة خاصة بعدما حصلت العديد ربما من الخروقات في الآونة الأخيرة والمحاولات الإسرائيلية أيضا من اغتيال علماء إيرانيين وأيضا من محاولات للقيام باختراق بعض المنشآت الحساسة هذه رسالة طمأنة للداخل الإيراني بأن الأمن ممسوكنا من قبل أجهزة الأمنية الرسالة الثانية بطبيعة الحال موجهة للكيان الإسرائيلي الذي تتفاخر وسائل الإعلام خاصة في الأشهر الأخيرة بأنها لها يد الطولة في الداخل الإيراني وباستطاعتها اختراق المؤسسات الأمنية الإيرانية الحساسة واغتيال العلماء الإيرانيين وفي هذا الصياق حقيقة أعتقد بأن الجانب الإيراني انتقل من مرحلة التكتم على الأعمال التي يقوم بها في داخل الكيان الإسرائيلي إلى مرحلة الإعلان قبل أشهر كان هناك حديث واضح من قبل اللواء محمد علي جعفري وهو قائد حرص الثورة الإيراني السابق وقال بوضوح بأن الجانب الإيراني يقوم أيضا بعمليات أمنية في داخل الكيان الإسرائيلي ولكنه لا يعلن عنها أيضا بالأمس كان هناك تصريح مهم في هذا الصياق لوزير الأمن الإيراني وأيضا أشار إلى عمليات تقوم بها إيران فيها داخل إيران لذلك أعتقد بأننا نحن الآن أمام مرحلة انتقالية من التكتم الإيراني عن العمليات التي تقوم بها إيران داخل إسرائيل إلى العمليات العلنية أو إلى الإعلان عن هذه العمليات وهذا بطبيعة الحال ردا على التفاخر الإسرائيلي وأيضا الإدعاءات الإسرائيلية بأنها تستطيع القيام بعمليات استخبارية في داخل إيران الرسالة الثالثة أعتقد بأنها موجهة لأقليم كردستان الإيران خاصة بعدما كشف قبل يومين وزارة الأمن الإيرانية بأن هذه الخلية ترتبط بمنظمة كوملة وهي منظمة يسارية أنشئت في عام 1967 منظمة كردية بطبيعة الحال في إقليم كردستان إيران لحركة انفصالية تحررية وبالتالي أعتقد بأن هذه الرسالة موجهة للإقليم الذي ادعى بعد القيام بعملية صاروخية واستهداف مركز الموساد من قبل حرس السورة في داخل أربيل ادعى بأنه لا وجود للموساد في داخل أربيل وبالتالي هذا دليل من قبل جهاز الأمن الإيراني إلى أنه بالفعل هناك تحركات إسرائيلية في داخل كردستان العراق وعلى حكومة إقليم الكردستان أن توقف هذه التحركات الإسرائيلية بشكل أو بآخر هي رسالة تحذيرية وأيضا هي دليل من قبل الجانب الإيراني على أن ما قام به حرس الثورة قبل عدة أشهر باستهداف مركز الموساد هذا بضربات صاروخية هو بالفعل حركة بناء على معلومات دقيقة وصحيحة من قبل جهاز الأمن الإيران شكرا لك مدير مكتب الميادين في طهران من الحمرية رحبت قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية منصق الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي بحسب ما أعلنت الخارجية القطرية الدوحة كانت قد استقبلت جولة سابقة من المفاوضات غير المباشرة في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي بحضور كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني ومنصق شؤون المفاوضات الأوروبي إنريكي موراح قال المنصق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورغ إن عودة واشنطن لسئناف المفاوضات النووية مع إيران أمر مستبعد وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مصادر وأوضح ماكورغ أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى عدم قدرة المفاوض الإيراني على اتخاذ قرار بهذا الشأن وفق تعبيره وفي سياق موازن نقل المصدر عن ماكورغ أن جذر الخلاف مع إسرائيل ليس على خلفية القدرة على شن غارة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية بل بشأن استمرار الولايات المتحدة في انخراطها باستئناف المفاوضات النووية من أجل التوصل إلى اتفاق أطول زمنيا وأشد قيودة وفق تعبيره قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه لا عقوبات ولا تهديدات تشكل مانعا أمام إيران وشعبها وخلال كلمة له في تجمع شعبيا في محافظة همدان قال رئيسي إن أهم عناصر قوة إيران هو الشعب الإيراني الموجود في كل الساحات نحن نفتخر بقواتنا وقدراتنا العسكرية لكن أهم عنصر لدينا هو الشعب الذي أحبط أمال العدو في الاعتداء علينا فليعلم الأعداء أن هذا الشعب يتحمل المسئولية والخطر ويدفع عن القيم والثورة وهذا ما دفع العدو إلى اليأس ما تشاهدونه اليوم في العالم هو حرب إرادات والعدو أراد أن لا نواصل مسارنا في الدفاع عن قيمنا الثورية لكن شعبنا أراد مواصلة المسير بقوة رغم العقوبات والتهديدات إن أعلان المتحدث باسم البيت الأبيض فشلت ضغوط القصوى على إيران يعني أن الشعب الإيراني حقق انتصارا كبيرا ويعني انتصار مسار المقاومة والصبر وهزيمة أعداء الثورة وصف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بالعمل المخالف للقانون ودع الفياد في مقابلة مع الميادين ضمن برنامج لعبة الأمم دع القوى العراقية إلى التصرف بمسئولية والامتثال للقانون موقف الفياد إذن أتى في مقابلة ضمن لعبة الأمم أنا أعتقد أن ما حصل اليوم في مخالفات قانونية كثيرة جدا وفيها خلق لظروف قد تؤدي إلى احتكاكات مع الحمايات الخاصة ومع حماية البرلمان يعني اقتحام البرلمان عمل لا يمكن أن يعتبر عمل مقبول ولا يمكن يعتبر عمل سياسي إنما هو عمل خلاف خارج عن القانون فلتكن أدواتنا أدوات حضارية نتعامل بالاسلوب السياسي والمنافسة السياسية والصراع السياسي وحتى الخصوم السياسية لكن لا تكون مصالح الناس وأرزاقهم وحياتهم اليومية هي أداة الضغط بين أقراف القوى السياسية وهذا يضر بالشعب العراقي الذي عانى وقدم الكثير الفيات شدد على أن الحشد الشعبي منذ تأسيسه يشكل عاملا إيجابيا لحماية العراق وأكد أنه الضامن الأساسي للسلم الأهلي ولمنع انجرار العراق إلى حرب أهلية حشد مؤهل ويلعب هذا الدور في منع انجرار البلد إلى لا سمح الله إلى حرب أهلية أو أي تهجيد للسلم الأهلي نعم نحن نعتز بهذا الدور ونقوم به إن شاء الله جنبا إلى نجرب مع قوات الأمنية لكن سنقوم بهذا النمو بشكل مميز وأنا أعتقد أحد الضمانات التي يركن لها الناس في عدم انجرار حتى الخلافات السياسية وما شابه إلى الحرب الأهلية لا سمع الله أو لا قتال هو وجود الحجد الشعبي القوى الكبيرة العاقلة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بمنظار بعيد وليس بأهداف محدودة قريبة هو ليس ضمان لأستلم الأهلي فقط بل ضمان لسيادة العراق الدفاع عن قدرات المقدسات العراق الدفاع عن أهداف العراق الاستراتيجية لذلك الحشد القوى اللصيقة إلى هذا الشعب وإن شاء الله لن نخضله الإطار التنسيقي في العراق حمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية كاملة عن أمن الدوائر الحكومية والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة ورأى في بيان له أن السماحة للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية واقتحام البرلمان وأعدم أداء القوات المعنية واجبها يثيران الشبهات داعيان الشعب العراقي لمزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأي فتنة هذه المواقف جاءت عقب انسحاب أنصار التيار الصدري من داخل البرلمان وعودة الهدوء إلى العاصمة العراقية مساء أمس وكان زعيم التيار الصدري قد دع المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم بعدما وصلت رسالتهم كما قال في تغريدة على تويتر متظاهرون مروان من أنصار التيار الصدري كان اختحموا مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء احتجاجا على ترشيح محمد شيع السوداني لرئاسة الوزراء أعلنت قوات قصد مقتل أربعة من عناصرها من جراء استهداف طائرة مسيرة تركية مركبة كانت تنقلهم قرب مخيم تل السمن جنوب عين عيسى في ريف الرق الشمالية بيان قصد أكد أن تركيا ماضية في الاعتداء على مناطق شرق الفرات منتقدا الصمت الدولي حيال الممارسات التركية أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي إلى دمشق لإخراج الإرهابيين من المنطقة قائلا أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران في هذا الصدد وأضاف شاويش أغلو في حديث تلفزيوني أن من الحق الطبيعي لسوريا أن تزيل التنظيمات YBG وBBK من أراضيها مشيرا إلى أنه ليس من الصواب أن تصف المعارضة المعتدلة بالإرهابية على حد تعبيره أغلو رأى أن الولايات المتحدة وروسيا لم تفي بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة وهذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب بحسب قوله رفعت في محكمة با سماني في موسكو جلسة المحادثة للنظر في طلب وزارة العدل الروسية حول تصفية الوكالة اليهودية في روسيا ووفق مراسلنا لم يكن متوقع ان اتخاذ أي قرارات في اجتماع اليوم وكما جاء في بلاغ نشرة في موقع المحكمة فإن طرفي القضية استدعية إلى جلسة محادثات تحضيرية قبل النظر في الدعوة على أساس الوقائع الموضوعية وكان وفد إسرائيلي رسمي قد وصل إلى موسكو للقاء مسؤولين روس وعقد اجتماعات معهم معنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام عبيدي سلام نسألك بالتحديد ما الذي يجري في جلسة المحاكمة هذه وهل صحيح بأن الوفد الإسرائيلي الذي توجه إلى موسكو ربما انتظر لوقت ليس بقليل قبل دخوله البلاد نعم طبعا الجلسة اليوم كانت في الصباح ولم تكن طويلة كانت قصيرة إلى حد ما وهي كانت جلسة تحضيرية بمثابة محادثة بين الطرفين بين ممثلي وزارة العدل لدى محافظة موسكو وبين الجانب الذي يمثل الوكالة اليهودية في روسيا طبعا بحضور ممثلي المحكمة بحضور القضاء الروسي هذه الجلسة كما قلت ما هي جلسة تحضيرية بهدف تحديد الآليات وأيضا ربما تحديد جدول زمني بالمرافعات في هذه القضية يعني جمسات الاستماع يعني بالحقيقة مسألة تقنية بحتة في الدرجة الأولى طبعا كل شيء كما يتوقع مراقبون يعني يراقبون تطور هذا الموقف يعتقدون أن الكثير يتوقف على نتائج مفاوضات الوفد الإسرائيلي في موسكو مع من سيلتقي وما هي المحاورة التي ستبحث في هذه المفاوضات هناك توقعات بأن الجانب الإسرائيلي مستعد لتقديم بعض التنازلات في هذه القضية مقابل أن لا تقوم موسكو بتصفية الوكالة اليهودية واضح جدا أن موسكو جادة في موقفها هذا وهذا الموقف رغم أنها تقول بأنه يستند إلى أمور قضائية بحثة تتعلق بخرق هذه الوكالة بالقوانين الدولية وتتصرف كعميل أجنبي وتتلقى مساعدات من الخارج سواء كان من الكيان الإسرائيلي أو الولايات المتحدة حين أنها منظمة روسية فلذلك هذه الاعتبارات أخذ في نظر الاعتبار بالنسبة لوصول الوحد الإسرائيلي إلى موسكو بالفعل الجانب الروسي كان يماطل في منح تأشيرات دخول إلى الوحد الإسرائيلي الذي كان ينوي الوصول إلى العاصمة الروسية هم الأحد الماضي لكن لم يتم أعطاهم تأشيرات الدخول في الموعد الذي أرادوه وتمكن فقط الليلة الماضية من المصول إلى موسكو وهذا أيضا يعتبر في وسط المراقبين نوع من الضغط الذي تمارسه روسيا على الجانب الإسرائيلي خاصة أن الرئيس الروسي نفسه مستأل طريقة تعامل الكيان الإسرائيلي مع روسيا بشكل عام وخاصة في ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وهنا أودا أذكر بأن الرئيس الروسي حتى الآن لم يؤنئ يائر لافيد بتسنمه منصب رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي وهو عادة ما يكون من أول من يقوم بتهنئة أي رئيس وزراء يصل إلى السلطة في إسرائيل ولو كانت الإجابة بعجالة سلام عندما تقول بأن ربما الوفد الإسرائيلي سيقدم بعض التنازلات ما المقصود بهذا الأمر؟ أولا هذا بلا شك ينطبق على قضيتين أساسيتين بالنسبة لموسكو أولا ما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إسرائيليون يقاتلون كمرتزقة وكوخة وراء عسكريين وراء بعض المعطيات في أوكرانيا ضد القوات الروسية وهناك أسرى إسرائيليون وقعوا في الأسرى الروسية هذا من جهة يعني تريد موسكو أن تحافظ تل أبيب على الموقف الذي كان في بداية هذه الأزمة عندما التزمت الحياد لكن نرى أنه بعد مجيء لأبيب إلى سدة الحكم في تل أبيب أن حازت إسرائيل بكل وضوح وكانت هناك تصريحات استفزازية حتى من لأبيب نفسه هذا فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية والعملية العسكرية أيضا هناك مسألة تتعلق بسوريا هناك رسالة واضحة من موسكو بأنها لن تتماهل بعد الآن ولن تتسامح بعد الآن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وهذا لاحظناه سواء كان من خلال الزيارة الاستراتيجية والتاريخية التي قام بها الرئيس موتين واللقاء والحديث المهم الذي جرى بينها وبين المشد الأعلى السيد خامنعي هذا واحد اثنان هناك بعض التسريبات الإعلامية التي تشير إلى أن موسكو تتفاوض أو تتباحث مع الحليف السوري بإمكانية تزويد سوريا بأنظمة صواريخ جديدة أخرى أكثر تطورا وهي صواريخ S-400 وستكون هي بمثابة درس يلقا للجانب الإسرائيلي أي تقوية القدرات الدفاعية الجوية لسوريا وهذا الأمر أيضا يجري بالتنسيق مع الحليف الإيراني هذا الموضوع بحثها وفق هذه التسريبات على أساس ثلاثة في سوريا بين كل من العسكرين الروس والسوريين والإيرانيين نحن إذن نتحدث فعلا عن تطور دراماتيكي والتراتيجي في الموقف بالفعل أشكرك سواء كان إذا محور المقاومة أو فيما يتعلق بسوريا بشكل عام سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو لك جزيلا الشكر التعامل الإسرائيلي بجدية مع تهديدات الأمين العام لحزب الله في مقابلته مع قناة الميادين استمر قويا وقبله حديث مراقبين عن تقديم إسرائيل مقترحا لحل النزاع البحري مع لبنان قبل الموعد الذي حدده أسي نصر الله تقرير منال إسماعيل إذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش بأيلول ولبنان بعد ما أخذ حقه يعني رحنا على المشكلة ماذا سنفعل بتشوف فيهم متى مفاعل الرسائل والتهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مقابلته مع قناة الميادين لا تزال تتردد أصداؤها في إسرائيل حيث كشفت وسائل أعلام إسرائيلية استعداد إسرائيل لإبداء ما وصفته بالمرونة عبر تقديم اقتراح لحل الخلاف بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع لبنان الاقتراح الإسرائيلي المحدث الذي قدم إلى الولايات المتحدة قبيل وصول الوسيط الأمريكي في المفاوضات عموس هوكستين إلى لبنان لتقديمه إلى المسؤولين هناك يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان لا خارجها مع الاحتفاظ بحقوقها الاقتصادية في أي حقل غاز يكتشف في تلك المنطقة وعدم التشدد في توزيع الأرباح المحتملة مع لبنان بعد التهديدات التي سمعناها من نصر الله ومن خلال محادثات أجريها مع مسؤولين إسرائيليين أسمعوا تفاؤلا حذرا بحصوص فرص التوصل إلى حل الناجح في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان مع وصول هوكستين إلى لبنان الأسبوع المقبل محللون أشاروا إلى أن التعامل الإسرائيلية مع تهديدات الأمين العام لحزب الله يأخذ طابعا أكثر جدية هذه المرة لكونه حدد وقتا زمنيا ومطلبا واضحا جدا بشأن استخراج الغاز من حقل كاريش بعد التهديدات وإنذار نصر الله يبدو أنهم في إسرائيل يأخذون كل هذه التهديدات بجدية ويكثفون الاستعداد والجاهزية صحيح أن هذه التهديدات ليست الأولى لنصر الله لكن هذه المرة هو يعرض تحديدا للوقت مع اشتراط واضح يتعلق ببداية استخراج الغاز من حقل كاريش خبراء أجملوا صورة الوضع القلق في إسرائيل في ضوء تهديدات الأمين العام لحزب الله بالقول لقد نجح نصر الله في بناء تهديد لا تستطيع إسرائيل أو لا تريد مواجهته تهديد بدأ وفقا لهم بإطلاق المسيرات نحو منصات الغاز واستمر في العنوين مع الاستعداد الدفاعي في إسرائيل خشية تنفيذ هجوم وبحسب هؤلاء الخبراء في الحروب الانتصار يحقق بالهجوم لا بالدفاع أكد قائد الجيش اللبناني العماد جزاف عون أن الجيش ليصبح باهتزاز الأمن أو للفتنة أو للفوضى أن تجد لها طريقا إلى الساحة الداخلية قائد الجيش وفي أمر اليوم لمناسبة عيد الجيش السابع والسبعين دعا إلى البقاء على الجاهزية لمواجهة كل الأخطار ولسيما تهديدات العدو الإسرائيلي المستمرة وأطمعه في ثروات لبنان الطبيعية والإرهاب الذي يتحين الفرص دوما للسعادة نشاطه وأكد قائد الجيش أن الالتزام تجاه القضايا الوطنية أساسي والالتزام بالمواقف الرسمية حتمية وخصوصا في ملف ترسيم الحدود البحرية شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعا لوزراء الزراعة في لبنان والأردن والعراق وسوريا بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك لبحث تعاون مشترك في المجال الزراعي عصد أزمة غذاء تهدد العالم الاجتماع هدفه تعزيز التبادل التجاري وزراعي بين هذه الدول وتذليل العقابات المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي النباتي والبيطاري وإجراءات النقل والترانزيت ومناقشة إمكانية توقيع اتفاقية ربعية مشتركة في المجال الزراعي معنا من بيروت مراسل الميدين حسان الرفاعي حسان بعد التحية ما الذي بحثه الوزراء العرب وزراء الزراعة الأردني والعراقي والسوري في لبنان هل تم توقيع أي اتفاقيات؟ ماذا في التفاصيل حسان؟ نعم روان من البو بكر الحديث عن توقيع اتفاقيات إذ لا تزال الجلسات تعقد وستستمر حتى يوم غد عندما سيصدر بيان نهائي عن هذه القمة في الرابع من عصر يوم غد إلا أن التباحث تطرأ إلى عدة أمور حتى اللحظة من الممكن القول أن المفاوضات هذه بدأت تصل إلى بعض النتائج إذ أن أولى بوادر الاتفاق خرجت منذ بعض الوقت بوصول جميع الأطراف إلى اتفاقية مبدئية حول ملف الحجر الصحي للمنتج الحيواني من هذه الدول بين بعضها هناك مسعى أساسي للعمل على التشكيل غرفة عمليات مشتركة لهذه الدول الأربعة تدير هذه الاتفاقية المزمع توقيعها خلال الساعات المقبلة يهدف عمل هذه غرفة العمليات إلى تنظيم الأمور وتنظيم الشؤون بين هذه الدول الأربعة وإلى رصد موضوع هام جدا وهو المواسم الزراعية كي تتمكن دول الأربعة من الاستفادة من المواسم الزراعية الأفضل لكل منها كي تستطيع مساندة الدول الأخرى اسمح لي قبل الدخول بالحديث مع وزير الزراعة اللبناني حول عبد السحش حسن حول ما هي هذه المفاوضات وأهمية هذه المفاوضات وانعكاساتها على الساحة اللبنانية والساحة العربية أن أعرج سريعا على أبرز ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراء الحكومي خلال ساعات الصباح بعد لقاء الوزراء الأربعة إذ قال أن تحقيق الأمن الغذائي للجميع يشكل إحدى الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة في العالم والتي كشفت فعليا فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلم الأولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله إضافة إلى تبسيط إجراءات تصدير والاستيراد وانسياب الأشخاص والخبرات وشدد على أن لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوري داخل أسرته العربية ومن هذه النقطة أود الانطلاق خطوة كانت مهمة جدا وهي الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء الأربعة بما فيهم وزير الزراع السوري نعلم أنه خلال الأعوام الماضية كان هناك نوع من التوتر في هذه العلاقات لسيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من كان بدأ بالدعوة إلى الحياد عام 2012 تجاه ما يجري في سوريا مع الوزير أهمية هذا اللقاء اليوم هل يؤشر إلى بداية عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى مجرها الطبيعي؟ بداية كل التحية لكم ومن خلالكم التحية للإعلام اللبناني الإعلام اللبناني والعربي لا لشيء إلا لأنه نحن نؤمن أن اليوم نجاح أي خطة زراعية أو نهضة زراعية في لبنان أو باقي الدول العربية إنما سيكون لاعب مركزي وأساسي الإعلام بالعودة إلى سؤالك بالمباشر يجب اليوم أن نظر إلى الأمر على الشكل التالي هل اليوم لبنان قادر على لعب الدور الذي أشار إليه الرئيس ميقاطي؟ نعم السؤال الآخر هل اليوم العرب أو معظم الدول العربية لها ثقة بأن بيروت بمركزيتها ودورها الاستراتيجي في تفكيك العقد وتقريب وجهات النظر قادر على الاستمرار في هذا الدور؟ أقول لك نعم لقاء السراية اليوم إنما يأتي في إطار تمتين العلاقات أولا وإرسال رسالة واضحة للجميع بأن لبنان قادر على أن يكون جازبا للإخوة العرب هذا أولا ونحن سيدي الكريم عندما نتحرك إن كان الرئيس ميقاطي وأنا لا أتحدث باسمه أو الحكومة مجتمعة أو أي طرف في لبنان إنما نتحرك من المصحة الأساسية لللبنانيين أولا وثانيا بالزراعة أنا أتحرك باتجاه سوريا أو باتجاه السعودية أو أي دولة عربية إنما أتحرك من منطق أين هي مصحة لبنان سنذهب إلى كل أقاسي الدنيا أنا أسأل على موضوع الملف السوري تحديدا لأنها ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها رئيس الحكومة وزير سوريا تم استقبال وزير الطاقة السوري اليوم وزير الزراعة السوري هل وأنت في داخل هذا الملف وأنت منصقت هذا الملف وعملت عليه وحصلت على رعاية رئيس الحكومة لإدارة هذا الملف من هنا ينطلق سؤالي عن المؤشرات التي يحملها هذا اللقاء حول العلاقات اللبنانية السورية الرئيس مقاطي بطبيعة الحال والجميع يعرف إلى أي مدى هو رجل دولة بامتياز وقادر ومرن جدا ومدول الزوايا جدا ويلتقط الإشارات إن كان هناك إشارات دولية معينة بمعنى باتجاه ما لكن هذا الأمر كله في منطق والمنطق الآخر اليوم الرعاية تأتي من باب الحرص من الرئيس مقاطي على أن ينجح القطاع الزراعي بأمه وأبيه لا لشيء إلا أن الأمن الغذائي اليوم مركزي وأساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية والحكومة السورية والعراقية والأردنية أما إن سألتني عن الطموح أنا أطمح اليوم أن تكون العلاقات بين لبنان وسوريا من أطيب العلاقات قد تكون هذه القمة إحدى أبواب عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبيلة الحرب في سوريا أنا أتمنى أنا كوزير للزراعة أتمنى أن أزورت سوريا مرتين ولا مشكلة لدي سأذهب لمائة مرة بل ألف مرة إن احتجنا إلى هذا الأمر ولكن أعود أكرر لك اليوم العلاقة مع الأشقاء في سوريا يجب أن تكون علاقة ندية واضحة بين دولتين لأنه اليوم لا يمكن لنا أن نتحدث عن ترانزيد أو عن قطاع الكهرباء أو أي قطاع إذا لم نتحدث مع الأشقاء السوريين بالمباشر واليوم تحدثنا عن القمة التي تشهدها بيروت كان هناك وجهات نظر متعددة ولكن صدقني أول نصف ساعة من اللقاء الجانبي كان كفيلا بتبديد كل الهواجس بين الأردنيين والسوريين بين الأردنيين واللبنانيين بين اللبنانيين والعراقيين وبالتالي نحن محكمون سيد الكريم أن نكون في كلمة سواء فكيف هذه كلمة سواء عندما يكون هناك تنافر فكيف إذا كنا أشقاء وكنا نعيش تاريخا واحدا وجغرافيا واحدة وبالتالي نحن محكمون بالعودة إلى ما كانت الأمور عليه في السابق بمعنى من المعاني أنه يجب على كل قطر على كل دولة أن تعمل مصلحتها بالكامل بما يتناغم مع مصالح الآخرين معليك تتحدث عن كل قطر ويوم أمس تحدثت بإسهاب في السفارة السورية عن ضم دول عربية أخرى لهذه المبادرة أو لهذه الاتفاقية إلى ماذا تطمحون؟ هل يشكل باب الأمن الغذائي نوع من سلاح لمواجهة العوائق التي وضعت بين الدول العربية وآلية لتخطي الخلافات القائمة؟ يمكن لنا أن نضع عنوان إن كان يسمح لنا بوضع عنوين أن اليوم المرحلة تحتاج في أي قطاع من القطاع التحديدا في القطاع الزراعي أن نقدم أو يكون هناك خرق بما لم نكن قادرين على فعله بالسياسة بمعنى ما تضير في أن يكون هناك علاقات متميزة مع سوريا ومع الأردن ومع الإخوة في المملكة العربية السعودية فيما لو كان لنا إمكانية في ذلك من الباب الزراعي هذا الأمر أنا أؤمن به أنا أعمل عليه وبالتالي لا يمكن إلا أن نتحرك بهذا الاتجاه أعتقد جازما أن المنطقة القادمة لا محالة على حل حل ما في مكان ما وبالتالي على اللبنانيين كل اللبنانيين في المعارضة والموالات وفي كل مشاربهم أن يتحركوا بهذا الإطار لأنه اليوم الأمن الغذائي سيد الكريم لا يرحم لا ينتظر أحدا لا ننتظر علينا أن لا ننتظر أي جهة أو أي دولة إقليمية أن تتحرك باتجاه إيجابي أو سلبي علينا أن نرى أين هي مال الصالح شعبنا وأهلنا ونتحرك في إطارها شكرا لك مع الوزير شكرا مروان هذه أبرز ما آلت إليها الأمور هنا على الأرض في هذا اللقاء الذي يعقد بانتظار ما سيخرج عن هذا اللقاء يوم غد نحن اسمح لي بأن أختم بمعلومة أخيرة بأن اللقاء المقبل سيعقد في دمشق وقد أكد وزير الزراعة السوري بأن الدعوة مفتوحة للجميع لمن يريد الانضمام وعاد وأكد استعداد سوريا على تزويد جميع الدول العربية وكل من يحتاج بالخبرات التي تملكها وبالدراسات الزراعية التي تملكها شكرا لك مراسل الميدين حسان الرفاعي من بيروت الظاهرة مستمرة وفيها بعض الفاصل أجهزة الإطفاء تشهد في السيطرة على حرائق غابات شمال المغرب أهلا بكم من جديد إلى الظاهرة قالت وكالة رويترزن العشرات من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين أعلنوا عن إنشاء حزب ثالث سياسي جديد يحمل اسم إلى الأمام وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تأتي لجذب ملايين الناخبين المستئين من نظام الثنائية الحزبية المختل وظيفيا وسيترأس الحزب الجديد في البداية المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندري يونغ والحاكم الجمهوري السابق لنيو ديرزي ونقلت الوكالة عن أعضاء المؤسسين أملهم بأن يصبح الحزب بديلا قابلا للتطبيق للحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يهيمنان على السياسة الأمريكية أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن كيم قوله في ذكر انتهاء الحرب الكورية أن المواجهة مع الولايات المتحدة تفرض تهديدات نووية الأمر الذي يدعو كوريا الشمالية إلى تحقيق مهمة تاريخية عاجلة بتعزيز دفاعها الذاتية في أجواء حامية تعيشها شبه الجزيرة الكورية تسقط خيارات الهدوء في فخ التشنج منذرة باحتمال تفجر الأوضاع بين بيونج يانج وسيول منسوب التوتر بين الكوريتين عاد إلى الارتفاع مع تحذيرات عالية النبرة أطلقها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال احتفال الكوريين الشماليين بالذكرى التاسعة والستين ليوم النصر في الحرب بين الكوريتين التي انتهت عام ثلاثة وخمسين من القرن الماضي متواعدا حكومة سيول وجيشها بالإبادة في حال إقدامهما على أي محاولات خطرة كاشفا عن استعداد بلاده لنشر قوات الردع النووي تحسبا لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة كوريا الجنوبية ردت بشكل غير مباشر في بيان لوزارة الدفاع أكد عزم سلطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على استئناف المناورات المشتركة بينهما الشهر المقبل والتي تتضمن محاكاة فعلية للمناورات المشتركة إلوجي فريدوم جارديون وذلك بعد توقفها مدة خمس سنوات فيما دعت الرئاسة الكورية الجنوبية بيونج يانج إلى اتباع سبيل الحوار نعرب عن أسفنا العميق لأن الرئيس كيم جونج أدل بتصريحات تهديدية ضد حكومتنا وذكر بالاسم رئيسنا خلال خطابه نحص كوريا الشمالية مرة أخرى على اتخاذ طريق الحوار لتحقيق نزع سلاح نووي وإحلال السلام بشكل جوهري التحذير الكوري الشمالي لسيول بدفع الأمور إلى شفى الحرب يعد إلى ما تعتبره بيونج يانج استفزازات كورية جنوبية تمثلت في تدريبات عسكرية موسعة مشتركة جارت مع الولايات المتحدة قبل شهر وفي تصريحات لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت فيها تمديد واشنطن للردع بما في ذلك مظلتها النووية لتحسين الاستجابة لتهديدات بيونج يانج ومثلها من تجارب صاروخية متبادلة بين الجارتين اللدودتين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد خلال اتصال هاتفي متوقع مع نظيره الصيني تشي جين بينج تمسك واشنطن بسياسة الصين الواحدة الموقف الذي أعلنه منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يأتي على خلفية استجال الذي أثرته الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بلوسي لتايوان تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لسيول غير مسبوقة أدت إلى إطلاق صفارات الأنذار في إمارة الفجيرة السيولو ضربت أيضا إمارة رأس الخيمة ومدينة خورفكان كما ضربت السيولو المناطق المنخفضة في إم القيوين والشارقة وعجمان ووجه نائب رئيس الدولة حاكم دبي محمد بن راشد بنقل الأسر المتضررة إلى مواقع إيواء مؤقتة كثفت أجهزة الأطفاء المغربية جهودها لسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في شمال البلاد وفق ما ذكرت السلطات المحلية وفي إقليم العرائش جنوب طنجة الأكثر تضررا ذكرت مصادر محلية أن فرق الإطفاء وبدعم من الجيش تحاول حصر البؤر التي ما زالت نشطة وحماية القرى المعرضة للخطر وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات إن المساحة الإجمالية المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة في مناطق عديدة بشمال المغرب بلغت عشرة آلاف وثلاثمائة هكتار والآن إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة مع أليسار كرام مرحبا أليسار مرحبا من جديد مروان شكرا لك أهلا بكم أصدرت المحكمة العليا اليونانية قرارها بإعادة شحنة النفط الإيراني المصادرة إلى إيران على أن تتم العملية يوم الأحد ونقلت رويترز عن مصادر حكومية يونانية أن النقل لانا التي تحمل علم إيران والراسيا حاليا في ميناء بيرايوس ستعود مباشرة إلى إيران فور استعادة ستين ألف طن من الخام من أصل الحمولة الإجمالية التي كانت متجهة إلى أوروبا أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي استفاء أربعة مليارات دولار من مستحقات إيران في الأشهر الأربع الماضية وقال في حديث صحفي إن الحكومة صادقت أمس على عقود لتطوير الحقود النفطية بقيمة أربعة عشر مليار دولار وإن أعمال التحديث والإنتاج مستمرة برغم الحصار والعقوبات يواصل موظف القطاع العام في لبنان إضرابهم المفتوح المستمر منذ شهر ونصف ما يشل عمل المؤسسات والإدارات الحكومية الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أوضحت أن سبب استمرار هذا الإضراب هو ممطلة السلطة في تنفيذ وعودها وكسب الوقت من دون تقديم أي حلول جدية لحل أزمة القطاع العام أكدت الحكومة الأردنية استمرارها في رفع أسعار المشتقات النفطية ونفت إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين حتى وإن تمت توصية بذلك من اللجنة الاقتصادية الوزارية وفي جلسة للحكومة جرت تأكيد أن الموازنة العامة تعاني من عجز شديد ومديونية مرتفعة الأمر الذي تستحيل معه زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين في ظل هذه الظروف ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعدما أشر الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إبطاء وكيرة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية والآجلة إلى نحو 1740 دولارا بسبب إقبال المستثمرين على شراء الذهب بوصفه ملاذا آمنا لهم توقعت شركة جاسبرام الروسية حدوث المزيد من المشاكل المرتبطة بنقل الغاز بسبب استمرار احتجاز التوربينات السيل الشمالي واحد واستخلافها مع شركة سيمينز أنيرجي بشأن صيانة هذه المعدات من ناحية أخرى أظهرت بيانات مكتب الأحصاء الحكومي روستات أن إنتاج روسيا من النص ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43 مليون وثمانمائة ألف طن بهذا الخبر نختم الموجز الاقتصادي ونعود لمتابعة نشرة الأخبار شكرا لك أليسار وبهذا تكون الظاهرة قد انتهت وتذكير بعنوين الأمن الإيراني يعتقل شبكة تجسس جديدة تعمل لصالح الموساد وتعد لأعمال تخريبية مسلحة داخل البلاد حشد مؤهل ويلعب هذا الدور في منع انجرار البلد إلى لا سمح الله إلى أي حرب أهلية أو أي تهجيد للسلم الأهلي نعم الفياد يؤكد للميادين أن الحشد الشعبي هو الضامن لمنع جرار العراق إلى حرب أهلية محكمة روسية تبدأ مناقشة طلب وزارة العدل حل الوكالة اليهودية في موسكو وسط أزمة غذاء تهدد العالم ووزراء الزراع في لبنان والأردن والعراق وسوريا يبحثون في بيروت لأن الغذائية والتعاون المشترك وكان في أخبار الاقتصاد ناقلة إيرانية تستعيد جزءا من شحنة نفط صدرتها واشنطن في اليونان وكان في أخبار الرياضة رونالدو متمسك بالرحيل عن منشستر يونيتد ونيمار متمسك ببراءته أمام القضاء للمزيدنا الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة